أجدد التحية بضيوف المشهد اليوم الكاتب والباحث يحيى حرب الكاتب والباحث في جون الشرق الأوسط طالب العواد وكذلك الكاتب والباحث علي بن عرفة إذن حرب القوات الإسرائيلية على لبنان اليوم فصل جديد باستهداف حزب الله لمواقع في جنوب حيفا أوقعت عددا كبيرا من الإصابات الاحتلال الإسرائيلي اعترف قبل قليل بإصابة 67 في استهداف لمنطقة بن يمين جنوب حيفا حزب الله كان أصدر بيانا قال فيه بأن هذه العملية تأتي ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبلدات لبنان وللعاصمة بيروت ما دفع الاحتلال الإسرائيلي للإعلان بأنه توقف عن استهداف العاصمة بيروت بعد مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو يأتي هذا فيما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أوامر بإخلاء عديد البلدات في جنوب لبنان التي يتعرض سكانها للقصف المستمر صحيفة The Guardian البريطانية قالت أن تلك الأوامر جاءت في وقت يتساعد فيه القتال وتواصل القوات الإسرائيلية هجماتها جوا وبرا في المنطقة إسرائيل تأمر بمزيد من عمليات الإخلاء في لبنان وتهدد سيارات الإسعاف أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر جديدة بإخلاء 23 بلدة في جنوب لبنان حيث يتعرض السكان لقصف مكثف وقالت صحيفة The Guardian البريطانية إن هذه الأوامر جاءت في وقت تتساعد فيه وتيرة القتال بين إسرائيل وحزب الله حيث تواصل القوات الإسرائيلية هجماتها الجوية والبرية في المنطقة وأكدت السلطات اللبنانية أن قصفا إسرائيليا استهدف عدة مناطق مما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة العديد يأتي ذلك في وقت هددت إسرائيل باستهداف سيارات الإسعاف وبحسب الـ Guardian فإن هذا التصعيد العسكري أدى إلى نزوح حوالي مليون ومئتي ألف شخص منذ الثالث والعشرين من سبتمبر مما يضاعف من حدة الأوضاع الإنسانية في لبنان ووسط هذه الظروف يتزايد القلق الدولي من تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الإمدادات الطبية أهلا بكم ضيوف الأعزاء دعونا نتحدث بداية عن عملية بن يمينة يبدو بأن هذه العملية النوعية الأكبر حتى الآن في المواجهة بين قوات الاحتلال وحزب الله حتى الآن الاحتلال يعترف بـ 67 نذكر بأن الاحتلال دائما يفرض تعتيما إعلاميا على العمليات العسكرية وكذلك ربما استهدافات حزب الله إلا أنه حتى الآن المعطيات الأولية تتحدث عن عملية كبيرة 150 استهداف اليوم من حزب الله سواء صواريخ أو طائرات مسيرة يأتي ذلك في الوقت الذي يدعي الاحتلال بأنه أوقف استهداف العاصمة بعد اتصال بين بن يمين نتنياه و بايدن شخصيا أعتقد بأن هذا تضليل يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي الآن اضطر إلى تغيير تيكتيكاته في مواجهة مع حزب الله بضغط ضربات حزب الله يعني حزب الله بعملياته وخاصة اليوم هو الذي أجبره على فرض خطوط جديدة للاشتباك تتخذ من ربما الجنوب ومناطق أخترى أنه يكثث القصف على النبطية مما يؤعطي بأن حزب الله ما لزال لديه الكثير وأن الاحتلال عندما يدعي أنه ما زال لديه 20 أو 30 بالمية هذا أيضا ربما شكل من أشكال التضليل ما رأيكم أستاذ علي؟ نعم يعني خطوط الاشتباك لا تحددها مكالمة من بايدن أو غير بايدن وإنما موازين القوة على الأرض فحزب الله أثبت عمليا أن هناك قوة عسكرية موزودة في جنوب لبنان تم بناؤها على امتداد سنوات منذ حرب 2006 وبالتالي لم يأخذ بنيامين ناتنياهو الحسابات الدقيقة عندما قررت توجه إلى جنوب لبنان ولذلك نجد أن هناك تعثر لعشرة أيام الآن على الحدود لم يستطع أن يدخل لبضع الأمتار في جنوب لبنان ولكن هذا مؤشر قوي إلى أن حزب الله قد أعد العدة والشهيد حسن صلى الله ذكر في آخر خطاب له بأن الساحة مفتوحة لبنيامين ناتنياهو وعجيشه أن يدخل جنوب لبنان وسوف يواجه الحقائق على الأرض غير ما سمع أو ما كتب على قوة حزب الله والآن تثبت المعركة أن هناك قوة حقيقية أو عدة وبالتالي التعديل في خطة بنيامين ناتنياهو لا تأتي من هواتف من عواصم غربية وإنما تأتي عبر المواجهة العسكرية والقوة وموازين القوة على الأرض هي التي تعدل من قرارات وخطة ناتنياهو نعم لا ننسى بأن حتى الآن رغم الواجهة الشبه المفتوحة بين حزب الله وبين دولة الاحتلال كل بيانات حزب الله تتحدث عن استهداف مواقع عسكرية تستحدث عن استهداف مراصد ومواقع استخباراتية أعتقد بأن ربما ما دفع الاحتلال الإسرائيلي لإعلان بأنه لن يستهدف العاصمة أن حزب الله أرسل الرسائل بأنه يستطيع بهذه الصواريخ بمئة وخمسين صواروخ إذا وجهت لمواقع مدنية مثلا لمركز حيفا أو مركز تل أبيب فإنها سنة تكون كارثة بالنسبة لنتنياهو هذا رأيك جدير بالاهتمام وهو نوعاني في تقديره تحليل سليم لأنه انسحاب أو انسحاب التكتيكي خلأ أسميه لقوة الاحتلال هو نتيجة الضربات المميتة والقاتلة وتغيير في موازين القوة كما ذكر الأستاذ هناك تغيير في موازين القوة هناك إعادة هيكلة نظام القوة أسميه حزب الله يعني الآن حزب الله يعني وقف على رجليه يعني نتيجة الضربات السابقة الآن وقف يعني الآن يعني في تقديره موسمت الصدمة الآن تجاوز الصدمة بحيث هو المبادر هذه مسألة جدا جدا مهورة أيضا هو قوة يعني أيضا يعني قوة بشرية محدودة لكن بدأ يعني بدأ يحقق إنجازات كبيرة أمام قوة هائلة عسكرية الآن قبل يومين وضيفت فرقة أخرى لمعركة الجنوب 20 ألف جندي على الحدود مع المجنون حتى الآن نعم نعم هذه المسألة أنا أعتقد حزب الله صح مو بس يعني استلم الصدمة أو جابها الصدمة الآن بدأ يبادر وهاي مسألة يعني جدا جدا مهورة هي المبادرة مبادرتها قبل أيام يعني أكثر من قتيل أو أكثر قتيل إسرائيلي والمسألة المهمة في تقديري الصمود البطولي على الحدود لحد الآن لم تنجز يعني هذه مسألة مهمة جدا لم تنجز قوات الاحتلال وكل إمكانيات العسكرية والمقابراتية صح لذلك هناك عوامل مختلفة صديقية يحدثنا عنها يعني الآن على الأرض غير قادرة إسرائيل أن تنجز مشروحا وخاصة من ثلاثة جبهات يعني تجرب والتجربة تبدأ بالخشل نقيقة الموقف أنا في تقديري هو الصمود العالي أو البطولي للمقاتل وأعتقد أن هناك عوامل موضوعية أستاذ يحيى تجعل لبنان مختلف عن قطاع غزة والقتال في مختلف عن قطاع غزة أحد هذه العوامل أن ما قد يساعد حزب الله على الأريحية في المواجهة خاصة في البلدات الجنوبية أنه على الرغم من الإخلاء هو مؤلم جدا وهجرة الناس لكن ما زال هناك مناطق يهاجرون إليها في لبنان في الشمال إلى سوريا إلى غيره ما يجعل هذه البلدات الجنوبية الآن خالية من السكان ساحة مواجهة عسكرية مثالية لحزب الله وهو لديه في زمام المبادرة كونه هذه أرضه صحيح لو سمعت لي أستجمال فقط أضع المسألة ضمن تسلسل عسكري جرى منذ حوالي خمسة أيام منذ حوالي خمسة أيام خرج السيد الشيخ نعيم قاسم في خطابه الثاني وهو نائب الأمين العام وأعلن بأن القيادة رممت والقيادات العسكرية جرى ملؤها بما هو مناسب واليوم حزب الله من قمته إلى قائدته يعمل بشكل طبيعي ولا خوف على الأمر في اليوم التالي خرجت لدينا لأول مرة نسمع بها غرفة العمليات غرفة العمليات الميدانية أعلنت عن نفسها أيضا وأعلنت أنها تم الجهوزية لكي تمارس عملها وغرفة العمليات معروف أنه يعني القيادة والسيطرة الاتصال بين القيادة والقائدة التجهيزات العسكرية وطمأنت جمهورها في لبنان بأن مخازننا وذخيرتنا العسكرية لم تمس وهي سليمة وجاهزة للعمل أول أمس خرجت أيضا بيان آخر لغرفة العمليات قالت فيه أن حيفة وطبرية وصفد هي مدن تعتبر بالمهداف هي المستهدفة وأن على المواطنين فيها أن يخرجوا من قرب المؤسسات العسكرية وبعلم بدأت بالفعل أمس كان هناك هجمات مستمرة على مصانع عسكرية شمال حيفة في منطقة الكريوت أو ما يعرفوني بهذا وهكذا وأصيبت مصانع عسكرية أساسية اليوم هذا الهجوم يأتي في هذا السياق سياق الذي يفيد أمرين أساسيين الأمر الأول أن جهوزية المقاومة في لبنان هي بصحة جيدة وعلى أتم الاستعداد وأن كل ما وجهت لها من ضربات وطعنات فعلا استعت استيعابها وسيطرت عليها وعادت إلى قواتها الحقيقية وأنها تمتلك من المفاجآت التي كان سماحة السيد القائد رضوان الله عليه كد وعد بها نعم هي تمتلك من المفاجآت وها نحن بدأنا نشهد المفاجآت ثانيا نقطة واحدة فقط أن ما أعلنه الكيان الصهيوني ونشوة الانتصار ليست إلا نشوة كاذبة وهي إعلامية أكثر مما هي واقعية وأنه عندما يبني سياسات وخطاب إعلامي واتصالات على الأساس أنه قضى على حزب الله أو انتصر على حزب الله هذا كلام خادع ولا قيمة له على الإطلاق وكما قال سماحة السيد قبل أن يستشهد بأن الميدان هو الفيصل وليس تصريحات المسؤولين ومن هنا أنا أثني على ما قاله الزميل الأستاذ علي بأن اتصال بايدن اتصال نتنياهو هذا كله كلام فارغ لا قيمة له من يحدد وقف إطلاق النار ومن يحدد تطورات المعركة هو الميدان ولولا أن هذا الكيان ونحن نقول الآن للمقاومة في لبنان لا تتوقع أو حتى للشعب اللبناني لا تتوقعوا أن يتوقف إطلاق النار وتعود إلى قراءكم إلا إذا أثخن هذا العدو بالجراح وإلا إذا ضاق طعم المرارة وطعم القصوى في القتال فنحن من هنا لا نريد القتال ولكن كرها لنا هذا كره لنا ونحن نقبله لأننا لا يمكن أن نوفق إلى أي خطوة لاستلام بدون الحد من هذا الغلواء ومن هذا الوحشية في هذا السياق كانت زيارة رئيس البرلمان اللبناني للضاحية الجنوبية رئيس البرلمان الإيراني في زيارة للضاحية الجنوبية لبيروت ومعاينة حجم الدمار الذي أحدثته آلة التدمير الإسرائيلية بغاراتها على الضاحية الجنوبية في بيروت ترجمة نانسي قنقر يبدو أن إيران تنجح في استعراض أوراق القوة التي لديها هذا الدخول لمنطقة خطرة جدا حتى المدنيون لا يستطيعوا الاقتراب من مثل هذه المواقع فما بالك بمسؤول كبير كرئيس البرلمان يبدو بأن إيران تريد إثبات بأنها هي موجودة وهي مع لبنان وهي كما تقول تدعم المقاومة اللبنانية وتدعم المقاومة الفلسطينية والإسرائيليون ربما ينظرون بطائراتهم المسيرة على ذلك المسؤول الإيراني ومع ذلك لا يجرؤون على استهدافه نعم يعني رسالة قوية لكل من شكك في العلاقة ما بين حزب الله وإيران خاصة بعد اغتيال حسن نصر الله هناك حديث أن إيران لم ترد وبالتالي باعت حزب الله ومقاتلي حزب الله وتخلت عن لبنان وأما إلى ذلك من هذه الشكوك التي لا تدرك حقيقة طبيعة العلاقة نتبوا وقالوا نعم لا تدرك طبيعة العلاقة بين إيران وحزب الله والآن يثبت من خلال هذه الزيارة ومن خلال الرد القوي من طرف إيران بالصواريخ حيث غطت سماء فلسطين المحتلة بالصواريخ وهي إذلال كبير للكيان الصهيوني ورسالة قوية على أنه اليوم بعثنا صواريخ حجم التفجير محدود بإمكاننا في مستقبل المعركة أنه نحن نبعث حجم تفجير أقوى وبالتالي حضور مثل هذه الشخصية الوازنة في إيران للضاحية وهذا يدل على أنه هناك دعم قوي ورسالة قوية من إيران إلى لبنان وإلى حزب الله أنه ما زالت إيران واقفة على نفس المبدأ في دعم حزب الله أيضاً وزير الخارجية ظل يلف وهاي معلومة يعني يجوز حتى وكلات الأمراء ظل يلف نص ساعة رفض مطار بيروت أن لأنهم من الخوف أو كذا رفض وأجبر مطار بيروت أن ينزل عرقتي في لبنان وهذه موزير خارجية ونزل واتجول ببيروت والتقل المسؤولين ومن هناك سافر إلى دمشق هذه المسألة في تقدير الرسائل رسائل مهمة يعني أنه لازمنا إحنا مع الموقف مع المقاومة لازمنا مع كما ذكر عرقتي نحن مع حماس نحن مع حزب الله نحن مع المقاومة العراقية هذه مسألة في تقديري يعني يدركها يعني صاحب القرار الإسرائيلي أنه مسألة ليس من السهولة بمكان وأكثر من تصريح للخارجية وللمسؤولين الإيرانيين أنه وهذه مسألة كل في تقديره جدا مهمة أنه ردنا سيكون يختلف عن الرد الآخر هذه مسألة يعني في الحسابات العسكرية أنا لست عسكريا لكن في الحسابات العسكرية هناك يعني أدلة كثيرة أنه هناك أسلحة جديدة ستدخل في المعركة نأجل الرد للفقرة الثالية لكن أسأل أستاذ يحيا هنا أيضا هناك رسالة للداخل يبدو بأن المسؤولين الإيرانيين يريدون أن يقفوا في وجه بعض القوى اللبنانية التي الآن تحاول طبخ الثمار غير المقطوفة بعد يعني هم يعتقدون بمقطف الثمار ويطبخوها يريدون أن ينتخبوا رئيس جديد ويعتبروا بأن حزب الله انتهى من المعادلة السياسية أحسنتم هذه ملاحظة جد مهمة ومن يعرف الأوضاع اللبنانية يعرف قيمة هذه الزيارات من هذه الزاوية بالذات أولا بالنسبة للموقف الإيراني بدون شك هو موقف كما تفضل الأخوة العزاء بأنه جدي شجاع يعطي رسائل واضحة بأنه لن نتخلى عن المقاومة وهذا واضح طبعا وثلاثة مسؤولين إيرانيين زاروا لبنان في أسبوع واحد هذا مؤشر لما تفضلت به بأن هناك كان في خلال هذا الأسبوع هجمة أمريكية كبيرة على لبنان من خلال الإعلام من خلال الاتصالات بأنه سارعوا بانتخاب رئي الجمهورية السفيرة الأمريكية تقول ابدأوا بالخطوات ما بعد حزب الله يجب أن نبدأ يعني طوى صفحة حزب الله نهائيا باعتقادية كما قالها نتنياهو بأن هذا الحزب كالدمر وبدأت خطوات سياسية على هذا الصعيد مؤتمرات مؤتمر في معراب تصريحات هنا وهناك أهمية هي من هذه النحوة لكن أنا أعيدها إلى تصريح أساسي لسيد المرشد قال قبل هذه الزيارات قال كلمة أساسية لمن يفهم لغة المرشد يعرف مغزاها المقاومة في لبنان وفي فلسطين لن تهزم وستنتصر طبعا هذا ليس توقعا هذا قرار هذا معناه بالنسبة للإيرانيين نسمى التوقع هو لا يتنبأ بالمستقبل هذا قرار بأنه لن نسمح كأنه يقول لن نسمح للمقاومة في فلسطين وفي لبنان أن تهزم وهذا موقف شجاع وأكيد ومع ذلك أنا طبعا أثمن حتى الآن الدور الإيراني السياسي والدبلوماسي والميداني والعسكري نثمنه في المجال ونطالب بالأكثر لأن انخراط إيران في المعركة ضرورة ضرورة لها ولنا ضرورة لها لأنها تعرف أنها ستكون مستهدفة بعد هذه المعركة وضرورة لنا لأن ميزان القوى عندما يكون الأمريكي بثقله الآن عندما يريد أن يأتي بصواريخ فاد إلى الكيان الإسرائيلي يعني أتى بثقله الأمريكي بصراحة إلى الميدان نحن بحاجة فعلا إلى تدخل دولي من هذا النوع وليس لنا للأسف إلا إيران بهذا المجال هو التأكيد البعض سيقول الآن أين الذين كانوا يعترضون على دور إيران في سوريا ولبنان هؤلاء أين هم هذا أليس هذا هو ميدان ليثبت قوتهم السياسية لماذا تركوا لبنان وحدها الآن والمسؤولون الإيرانيون هم الذين يزورون بيروت لماذا لا يزور وزير الخارجة السعودي لبنان تحديدا السعودية أليست السياسيين الأساسيين في لبنان إضافة لإيران وسوريا أين هم أكو مسألة أعتقد يعني يجب أن نصدط الضوء عليها زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو رئيس الإيراني أيضا كان في موسكو نعم هذه زيارة في تقديري جدا جدا يعني هل هناك دعم روسي أو رؤية روسية لهذه المعارك أنا في تقديري روسيا مساهمة في هذه الحرب بدعمها لإيران بصواريخ فرص صوتية شي تريد سميها أكو دعم يعني إن كان عسكري أو سياسي لذلك هذه المسألة هذه الزيارة أيضا جدا جدا مهمة ربما ترتبط حتى باستعداد إيران كما أعلن مسؤولوها بأنهم سيردوا على أي هجوم إسرائيلي في المقابل وزارة الدفاع الأمريكية اليوم تقول بأنها سوف تقوم بنشر المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية والمعروفة باسم فاد بهدف التعزيز لدفاعات دولة الاحتلال في أعقاب هجوم إيران الأخير كما قال البنتاجون القناة الثاني عشر الإسرائيلي أكدت في تقرير لها أن هذه الأنظمة ستعمل تحت إشراف جنود أمريكيين نظام فاد من الأنظمة المتطورة في الدفاع الجوي ويستطيع التصدي للصواريخ بعيدة المدى والقصيرة والمتوسطة أيضا درع أمان إضافي النظام الأمريكي الذي سيساعد إسرائيل في اعتراض الصواريخ الباليستية في ظل التهديدات المتزايدة كشفت القناة الثانية عشر العبرية أن الولايات المتحدة ستقوم بإرسال بطاريات دفاع جوي من نوع ثاد إلى إسرائيل تهدف هذه الأنظمة إلى تعزيز قدرة إسرائيل على التصدي للصواريخ الباليستية وخاصة تلك التي أطلقت مؤخرا من إيران وأكدت القناة في تقرير لها أن هذه الأنظمة ستعمل تحت إشراف جنود أمريكيين في إسرائيل وهي خطوة منسقة سلفا بين الجانبين لمواجهة أي رد فعل إيراني محتمل تأتي هذه الإجراءات في وقت يستعد فيه الجيش لردود فعل قوية في حال تعرضت إسرائيل لأي هجوم ويعتبر نظام ثاد من الأنظمة المتطورة في الدفاع الجوية حيث يستطيع التصدي لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مما يعزز من استعدادات إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة هناك زوايا عديدة لقراءة هذا الخبر واحدة من هذه الزوايا سالسطة طالب حولها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ربما من المرات القليلة جدا التي سيكون هناك فيها جنود أمريكيون وليس مشرفون وليس مساعدون أو مستشارون لا هم الذين سيقومون باستخدام هذه المنظومة يثبت بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي رغم أنها الثامن عشر على مستوى العالم من حيث القوى العسكرية عاجزة عن التصدي أو الدفاع عن نفسها هذا جدا صحيح جديد الذكرة لكن أكون مسألة في غاية الأهمية في تقديري صرحه بجانب الإيراني صرح به أنه الآن المعركة نحن هؤلاء الجنود سيكون جزء من الاستهداف المستقبلي هذه أيضا رسالة أبعثها رئيس الحرس أو وزير الدفاع العفو أو وزير الدفاع وواحد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين أنه جزء هؤلاء جزء من المنظومة الإسرائيلية يعني إذا ضربت عندنا استعداد أن نضرب الجنود الأمريكان فقط في دولة الاحتلال يعني اللي يشرف على المنظومة عمدهم مئة لكن ربما يكون الاستهداف وتوسع دائرة الاستهداف داف ولذلك هذا أكيد لكن مسألة المهمة في تقدير هي تروح جيب كل المسائل الآن أكو إرادة هذه المسألة وإحنا قبل يعني أعيد هذه العبارة أنه هي معركة إرادات هذه معركة الإرادات على ما يد موازين القوة الآن لصالح المقاومة لحد الآن لم ترفع المقاومة رغم كل ما تكبدت من قيادات من تدمير بنا تحت لا زالت لم ترفع الرائل ولم تذكرها أي مسألة في ضحفها العكس هو الصحيح المبادرة الآن هي قوة المقاومة إن كان في قطاع غزة أو لبنان لذلك في تقدير كل المراقبين أنت الإعلام يعني الغربي تدري الآلة الإعلام الغربي يكونوا مع إسرائيل هاي حقيقة وهي صناعة إسرائيلية لذلك لا نركن للإعلام الغربي الحقيقة تفرض الواقع ده يفرض شي جديد اسمه موازين قوة كما ذكرنا موازين القوة الآن لصالح المقاومة وهي معاطف طيب هاي معاطف لأنه إذا ركزنا على الصواريخ أستاذ طالب على هذا النشر يعني نشر هذه الصواريخ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ربما يشكل خطر عليها لأنه هي في تصريحاتها تريد أن تنأى بنفسها عن المواجهة الإيرانية بالصواريخ الآن لا تستطيع أن تنأى بنفسها عندما تقول بأنني أنشر هذه الصواريخ للتصدي للصواريخ الإيرانية لا تستطيع أن تنأى بنفسها يعني بدرجة محدودة لأنه أولا هي تدخل الدفاع بمعنى أن صواريخ هي دفاعية جوية أيضا أنه عدد محدود حوالي مئة جند ولذلك الإيرانيين سيستهدفون كل من يساهم في هذه العملية من الجنود بمعنى حصر العملية هذه العملية دون أن تتوسع إلى معركة مع الأمريكان ولكن الحرب تجر يعني تتطور تستطيع أن تعلن الحرب ولكن لا تستطيع أن تتحكم في مآلاتها بالنسبة لهذه الخطوة الأمريكية هي مؤشر إلى حاجتين نحن نقول الأولى هي أنه يعني اعتراف بضعف الكفاءة الصهيونية في الدفاع عن نفسه وهذه رسالة إيران بعض الصحفيين العرب للأسف الشديد يعني يعني سخروا تحدثوا عن مسرحية إيرانية في هذه الصواريخ بالعكس تماما كل متأمل يدرك وإسرائيل أدركت وأمريكان أدركوا أن هذه رسالة قوية من إيران للكيان الصهيوني بأن الأمور تستطيع أن تمضي إلى ما يؤذي يؤذي إيران هذه الرسالة الأولى هذه الرسالة الرسالة الثانية أن هذه توحي بأن الرد الإسرائيلي سيكون قويا ضد إيران وبالتالي هناك توقع لرد إيراني أقوى مما كان في البداية ولذلك هناك استعداد أمريكي لدعم هذه لدعم الكيان الصهيوني في مواجهة الصواريخ والرد الإيراني أعود الآن إلى ما ختم به الأستاذ من زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو أيضا أعتقد أن موسكو هي يعني من مصلحتها أن تتورط الولايات المتحدة في هذا المستنقع في الشرق الأوسط لأنه هدف من أهداف الولايات المتحدة أنها تخرج من هذه المنطقة خرجت من العراق خرجت من أفغانستان وتريد أن تركز على الصين وعلى روسيا وورطت روسيا في معركة أوكرانيا ويأتي الرد الروسي أنها تتمنى لو تتدحرج الأمور وتتطور إلى تورط الولايات المتحدة في المنطقة أستاذ أيحي هل تعتقد بأن عملية بن يمين اليوم يمكن أن تعجل بتوجيه الاحتلال الإسرائيلي ضربة صاروخية إلى إيران يعني أعتقد أن التطورات التي تجري متسارعة على ساحة الصراع في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة مفتوحة على كل احتمالات الكيان الإسرائيلي أخي الكريم بكل بساطة ولا نقول ذلك مغالاة أو للدعاية هو في مأزق حقيقي ما زال حتى الآن في مأزق حقيقي وهو إذ يهرب من مشكلة يدعي فيها النصر الكاذب إلى مشكلة أخرى فهو يهرب إلى الأمام ويجد نفسه في مأزق أكبر اليوم وهذا ما قلناه ربما منذ أشهر طويلة مقتلت هذا الكيان وجيشه ستكون في جنوب لبنان ليس لأن المقاومة في لبنان هي سحرية وكذا ولكن لأن أولى مدربة قوية مستعدة ومفتوحة على المساعدة الخارجية ولا يمكن أن تهزم لديها قوة وطبيعة الأرض أيضا مختلفة وطبيعة المكان وهذا الاحتلال جرب حبه مع اللبنانيين أكثر من مرة وفي كل مرة كان يفشل ويمنى بهزيمة أكبر من التي سبقتها لماذا يكرر إذن يعني يكرر ذلك سبعينات بعدين اجتياح 82 ثم 2006 كل هذه المعارك كان الاحتلال الإسرائيلي فيها هو الخاسر لماذا يكرر نفس السيناريو ليحقق أهداف مختلفة لدي تفسير غريب لهؤلاء يعني الحقيقة يعني حتى الآن ربما الاستعلاء الاستقبار الذي في نفوسهم يجعلهم لا يستفيدون من التجربة لاحظ استجمال حتى الآن حتى في تقرير فينوغراد هم لا يقولون هزيمة يقولون فشل فشل جيش الاحتلال هم يعتقدون حتى الآن بأنهم القوة التي لا تقهر وبأنهم يستطيعون صحق كل الناس وكل الأعداء وهذا شعبهم اليوم أكثر من 97% من الإسرائيليين وأي دول نتنياو في حربية على لبنان هناك حالة انكار يعتقدون أنه قادر على صحق الناس وقتل الناس ولا يبالون ولكنهم يعتقدون بقدرتهم البائقة هذا ما يجعلهم يخطئون باستمرار ويقعون باستمرار والنعم هناك إمكانية لأن إسرائيل تضرب إيران ولكن الذي أخر إسرائيل من الضرب ليس لا بايدن ولا أمريكا ولا كل هذا الكلام الفارغ الذي أخره هو حسابها للرد لأنها تحسب الرد ولأن الصواريخ الإيرانية المرة الماضية ليس فقط أنها أصابت أهداف وهذا ما يتثبته الأيام اليوم هناك صحافي أمريكي معتقل لأنه كشف حجم الخسائر في إحدى القواعد العسكرية اليوم هو معتقل ويحاكم بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر وقد يعرض للإعدام أو للسجن المؤبد يعني تهمة عظيمة من نسبة إلاها نزال هناك مفاجآت حتى الآن هناك خبر عن هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال تقول إن مسيرتان أطلقتها تحت غطاء صواريخ اعترضت إحداهما قرب نهارية هو الذي حال دون رصد مسيرت بن يمينة يعني جرى تمويه هذه المسيرات بصواريخ فتم ربما التصدي للصواريخ لكن مرت تحت غطاء ذلك المسيرات إنه الخلاصة أن هناك ما زال في جعبة حزب الله وفي إيران نقول إيران لأن إيران الاستحادية استحادة إيرانية الكثير من المفاجآت العسكرية أحسن فمعلومة كلش في غاية الأهمية يوم خمسة بالشهر هناك تفجير في إيران كل يعني تفجير اتهم زلزالي بس هذا الزلزال الحقيقة تفجير هو ما صرحت في الجانب الإيراني بس أنا في تقدير الأمريكان وصلت لهم الرسالة أنه إيران لديها القدرة النووية قال أكون صريح وواضح وأني هذا يعني هذه المسألة لكن لماذا لا تعلن ذلك يعني أكثر من لو سمحت لو سمحت لأنه عفوا أكمل لك وجهة النظر إعلان ذلك بنسبة لأي نظام هو بوليس التأمين على النظام السياسي كل دولة يكون لديها سلاح نووي جنوب أفريقيا لو سمحت نعم جنوب أفريقيا خارجيا جنوب أفريقيا عدها سلاح نووي من عام 1960 من الستينات تمتلك ولم تصرح لحد الآن إسرائيل تمتلك 200 رأس نووي ولم تصرح لم تنفي أيضا أنا درجح لك إلى إيران إيران في تقديري الرسالة وصلت وأرسلوا الرسائل في تقديري أنه عدهم قدرات نووية وستثبت لك الأيام أنه مجرد زيارة والحقيقة الذي يقال على هذا الصعيد أنه إيران أبلغت الأمريكيين بأنه إذا ضربت المفاعلات النووية أو المصانع النووية قد تقدم على تغيير الفتوى وصناعة القنبلة وهذا صرح به أحد المسؤولين اليوم اليوم عرق في لسنا تدول الخطبية ولكن فقط على إذا استهدفت منشآت للنووية هناك تقدير بأن استهداف المنشآت النووية سيسرع إنتاج القنبلة النووية سيد اليوم تصريح عرق في واضح تصريح وزير الخارجية الإيرانية في وغداد واضح هناك لدينا هكذا صرح لدينا إمكانيات بالرد غير معروفة وغير مرئية هذه المسألة يعني وزير خارجية يصرح من الأوراق من الأوراق الموجودة قواعد الأمريكية على الضفة المقابلة في الخليج يعني عدم مع الاحترام لما يقول الأستاذ طالب أنا شخصيا لو سألتني أقول لك أنا ضد صناعة القنبلة النووية والقنابل النووية أو الترسانات النووية لم تخلق لكي تحسن معارض لا ما تحكم هي خلقة لكي تردع لكي تمنع الحروب ونحن يعني بحاجة إلى أسلحة أخرى لكي نهزم العدو وليس فقط لنمنعه من استخدام السلاح النووي ضدنا نحن يستعمل السلاح النووي ضدنا أو لم يستعمله هو يقتلنا بأسلحة تقليدية هو يحتل أرضنا فنحن يعني ليس فقط نريد منع الحرب لا نحن نريد استمرار الحرب ولكن بوسائل أخرى الذي نملكه الآن ما تملكه المقاومات العربية اليوم وهذا الدعم الذي يقدم لها أعتقد بأنه هو صلب المعركة وهو الذي سيحسم المعركة بصرف النظر عن وجود قنابل النووية أو غدو الآن دعونا نتحدث عن استهداف الأمم المتحدة سيد علي بن يمين نتنياهو يوجه تحذير لقوات يونيفيل ويريد أن تنسح بهذه القوات هذه مخالفة لقرار 1701 الذي هو الذي وضع ذلك التوزع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان جنوب شمال الليطاني الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه القوات أكثر من مرة كوتيرش استنكر ذلك هل يبدو بأن بن يمين نتنياهو يريد أن يتنصل من 1701 الآن يعتقد بأن لديه الفرصة أن يضع شروط جديدة لقرار أممي آخر يتجاوز حتى ما نص عليه 1701 بعدم تواجد عسكري يعني جنوب الليطاني أحسنت أستاذ يعني هذا هو الحقيقة الهدف من وراء الاستهداف يعني نتنياهو لقرار 1701 وقوات اليونيفيل يعني هو يريد أن يغير المعادلة في لبنان بحيث يزيح هذه القوات لحفظ السلام ويغيرها ربما بقوات متعددة الجنسيات مثل ما كان سنة 1982 بقيادة أمريكية وبالتالي لديها هذه القوات الصلحية لمواجهة يعني قوات المقاومة وبالتالي نيابة عنه يعني تتحمل هذه المسؤولية فإنه هذا يعني محاولة لفرض يعني صفقة أو فرض يعني واقع يتجاوز القرار الأممي 1701 أيضا نلاحظ أنه منتنياهو وهو يتحدث لأمين العام المتحدة لم يرسل له رسالة كما هو معتاد ولا دبلوماسي ليخاطبه وإنما تحدث في الإعلام باللغة العبرية وهذا فيه نوع من التعالي على الأمم المتحدة وفيه عجرة فهو في حد ذاته يعني أسلوب لنتنياهو يريد أن يبرز بأي شكل من أشكال قوته وأنه زعيم في دولة إسرائيل وهذا جزء من مشكلة الكيان اليوم هو أنه هذه العقلية لدى نتنياهو ولذلك عندما تحدثنا عن أخطاء إسرائيل المتكررة في جزء منها هو أخطاء نتنياهو لأنه هو يعني صاحب القرار في دولة إسرائيل وبالتالي يريد أن يسترجع كبرياءه في ضربة يعني سبعة أكتوبر ويريد أن يأتي بأي صورة من صور أو مشهد من مشاهد الانتصار ولذلك عندما عجز في غزة التجأ إلى الشمال وإقتحم يعني جنوب لبنان من أجل أن يأتي بانتصار واعتقد أنه رأس الشهيد نصر الله هو مكسب بالنسبة له هو انتصار وإكتشف أنه العملية يعني في الحقيقة أكبر من ذلك ما يمارسه نتنياهو أستاذ علي ما يمارسه نتنياهو في غزة يعني نسخة بالأصل عما يمارسه الآن في لبنان بالضبط وعندما في البداية ابتدأ هو يريد أن يهجر أهل غزة جميعا ثم الآن يقول يهجر شمال وهو الآن عندما يقول يريد أن يهجر خمس كيلو متر من الحدود اللبنانية أو مجموعة قرى على بعد خمس كيلو متر هو في الحقيقة يكذب هو يريد أن يهجر كل الجنوب إلى الليطاني والعبما إلى الأول وهذه طموحات ولكن واقعه الآن بالضبط أن أصبح هو لديه مهجر بالضبط هذه المشكلة هل يستطيع أو لا يستطيع هذا ما تفضل هو الآن يقول ذلك ولكن هل سيستطيع ذلك هو وعد الناس قبل ثلاثة أيام صدقني أيها الإخوان قبل ثلاثة أيام وقف رئيس الأركان الإسرائيلي ليقول للمستوطنين استعدوا لتعودوا إلى القرى استعدوا يعني بعد عملية من يمينة يبدو أن ذلك أصبح عالم غير وقعي هو الآن سيستقبل المهاجرين يوم في أكثر من 200 ألف من حيفا تركوا البلد أكثر من 200 ألف تركوا حيفا لم ينتصر بالحرب لا يؤخر يعني لا يعطى له بالمفاوضات أو بما يسمى أنه الحكي هذا حكي أنه هو الحكي شكل والواقع على الأرض شكل آخر خلينا نكون صريحين لحد الآن نرجع وانتفق إلى الرأي القائل موازين القوة ليس بصالح إسرائيلي الميدان هو الذي يصنعه هو رسائل للداخل الإسرائيلي لكن الداخل الإسرائيلي ونحن نتحدث كل مشهول كل الصور عدسات الكاميرا على جنوب حيفا على بن يمينة وما حدث هناك بالتأكيد غدا سنتابع هذا الموضوع سيكون هناك حليل طويل لكن ماذا عن مصر وعن التوتر الحالي الذي أفادت به صحيفة معاريف العبرية عن علاقات متوترة بين القاهرة وتل أبيب وتشهد تحولا جذريا حسب تعبير الصفيرة الصحيفة التي قالت إن السفير المصري غادرت تل أبيب ما يعكس أزمة دبلوماسية عميقة هذه الخطوة جاءت دون تعيين بديل للسفير المغادر ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين تل أبيب والقاهرة ممكن هل تسحب مصر سفيرها من إسرائيل علامة على بداية نهاية العلاقات الدبلوماسية أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن العلاقات بين مصر وإسرائيل شهدت تحولا جذريا حيث غادر السفير المصري تل أبيب مما يعكس أزمة دبلوماسية عميقة هذه الخطوة جاءت دون تعيين بديل للسفير المغادر مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين وتقول الصحيفة إنه في ظل تدهور التعاون الاقتصادي شهدت التجارة بين مصر وإسرائيل انخفاضا كبيرا باستثناء تصدير الغاز الإسرائيلي فإن القاهرة تعتبر سياسة تل أبيب تهديدا للأمن الإقليمية وقد وضعت شروطا صارمة للتدخل العسكري في غزة تشمل خطة شاملة للإعمار ودورا مركزيا للسلطة الفلسطينية التقارير تشير إلى أن التواصل بين الطرفين أصبح يعتمد على وسطاء مما يعكس تدهور أزمة جديدة محور فيلادلفيا يشعل التوترات بين مصر وإسرائيل أعلن البيت الأبيض أن التوترات بين مصر وإسرائيل تصاعدت بسبب محور فيلادلفيا حيث تشمل أحدث مقترحاته انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على طول هذا المحور يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن بلاده يجب أن تبقى على طول الحدود مع غزة وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن وزارة الخارجية المصرية ردت على تصريحات نتنياهو مشيرة إلى أنه يحاول تشتيت الانتباه وعرقلة جهود الوساطة وأكدت الصحيفة أن الخارجية الأمريكية أعلنت معارضتها لوجود إسرائيلي مستمر في غزة مشيرة إلى الحاجة لمزيد من المفاوضات حول تفاصيل الاتفاق ويعتبر محور فيلادلفيا منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد وقد أصبح نقطة أزمة جديدة بين القاهرة وتل أبيب منذ اندلاع الحرب الحالية وفقا لصحيفة الشرق الأوسط إذن جمهورية مصر العربية ينسحب سفيرها لا يوجد بيان رسمي بالمناسبة مصري يقول أن سحب السفير هو بسبب التوتر أو بسبب الإبادة التي تجري في قطاع غزة وحكومة جمهورية نيكارك والشقيقة تعلن يوم الجمعة قطع علاقاتها دبلوماسية وبيان الحكومة نيكاركوية الشقيقة العربية الإسلامية ردا على الإبادة الجماعية الوحشية التي تواصل حكومة الحكومة الإسرائيلية الفاشية هذا ليس كان هذا المطلوب هذا البيان بالذاته هو المطلوب كان من العرب تواصل حكومتها الإسرائيلية الفاشية ومجرمة الحرب ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وإن قطع العلاقات بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وأن الصراع يمتد الآن أيضاً ضد لبنان ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران تعليقكم أنا أفهم بس يسمحني أن يقول المعلم واحد وأنا سحب السفير لا يزيد ولا يزيد هو لا نقول انسحاب السفير هو انسحب لوحده لا أدري السحب ما ما تكون حتى لو سحب السفير حتى لو القارجية سحبته هذا ما يأثر المطلوب أكثر من مصر مطلوب أكثر مصر قدمت بـ 48 قدمت بـ 56 قدمت بـ 67 قدمت بـ 73 آلاف الشهداء ما كو بهت مصري ما بيش عيد فالمطلوب من عدها يعني المطلوب من مصر أكثر مما هذا شفت أستاذ أنت توقفت عن 73 مهم هذا من 73 صارت مصر أخرى مظام آخر تغير الوضع ما عني أستاذ عني نحن الآن نتحدث عن سحب السفير يعني هو نوع من العتب بين الأحباب نوع من الاستياع نعم ما يشكل شيء ولا شيء يشكل أستاذ مرتبط بموضوع فلادلفيا يعني إحراج كبير للنظام المصري يعني هذا الموضوع سحب السفير إذا تم سحبه يعني لا يتعلق بالحرب الإبادة لا يتعلق بجبالي الآن تدمر لا يتعلق بغزة يعني سنة كاملة وهي تدمر تحت أنظار المصريين ولكن يتعلق بالإحراج الكبير للنظام المصري لأن محور فلادلفيا يتعلق بالأمن المصري والنظام المصري يواجه إحراجا كبيرا داخلي يعني لا تتصور أستاذ جمال أن الشعب المصري مبسوط يعني من الأداء النظام المصري تجاه المذبحة والإبادة التي تتم في غزة أنا شاهدت شيخا عجوزا مصريا في الفيسبوك يتحدث يخاطب الرئيس المصري يقول له يا ريس احنا والله تعبانين أكثر من أهل غزة شوف المقارنة بمعنى أنه هو في مصر ويشعر بإرهاق وتعب بأكثر يتصوره أكثر من أهل غزة لأنه حالة إحباط وحالة عجز وحالة شلال الكامل هذا المواطن ليس المواطن المصري فقط كل العرب يشعرون بهذا ولذلك المنطقة مقبلة على انفجار حقيقي لو استمر الوضع على هذا الشاكل فإن الأنظمة حقيقة فستواجه غضبة من هذه الشعوب الحقيقة يعني لو سمحت أستاذ نتحدث دائما عن الأنظمة العربية ونحن مجبرين من خلال الأسئلة في الحقيقة ولكن نحن غسلنا أيدينا من هذه الأنظمة التي أغلبها مطبع والذي لم يطبع يتمنى التطبيع وبالتالي حديثنا إلى شعوبنا العربية وأهلنا في كل مكان من العالم العربي أن المطلوب الآن إنقاذ جباليا الآن إبادة حقيقية في شمال غزة المفروض أن يبادر الشعب إلى التحرك ضغطا على هؤلاء الحكام من أجل أن يكون لهم موقف ضغطا لدى الإدارة الأمريكية لوقف الإبادة ولوقف المذبحة يعني إلى متى سنة كاملة والمججرة قايمة والآن الشعوب العرمية وكأنها سلمت الأمر وكأنه لم يعد لديها ما تقدمه بالعكس تماما الآن مشهد الإبادة في جباليا يقتضي ردا قويا من طرف شعوبنا في التظاهر والاحتجاج والضغط على حكام العرب من أجل أن يكون لهم موقف مشرف أمام هذه الإبادة وأنا أعتقد أن غضبة الشعوب هي كالنار تحت الرماد يعني هناك بعض المتشائمين أن الشعوب خذلت غزة الشعوب مقموعة الشعوب لا تستطيع أن تواجه الرصاص بالنهاية يعني عندما يفسح ويفسح للشعوب الأكسجين الحرية ولو قليلا سوف تخرج سوف تخرج ليس أقل وفاء من جماهير أمريكا اللاتينية التي قطعت علاقة سمعتني إنسان جمال يمر ما أخالف الزميلين العزيزين بهذه النقطة أنا أعتقد أن التقارير الواردة صحيحة وهناك توتر حقيقي بين النظام المصري وبين الكيان الإسرائيلي وهذا ليس جديد وهذا نتيجة عوامل عديدة العامل الأول وأنه منذ الأسبوع الأول كما أسلفنا الحديث كانت طرح أن يهجر أهالي غزة إلى سيناء وكان هناك موقف مصري معارض لهذه النقطة واعتقدوا بأن يعني فعلا الإسرائيلي يخطط دون أي اعتبار للآخرين ويرد أن يحل مشكله ولا على حساب الآخرين ثانيا هناك عدة مرات كما تقول مصادر مصرية عدة مرات وعد نتنياهو الوسيط المصري بأنه موافق على الحل ثم يعود فينقض هذا الحل وهو ما أوقع الوسيط المصري والقطري في حرج في أحيان كثيرة بأنهم ليسوا على مستوى الكلام الذي يقولونهم ثالثا مسألة مامار فلادلفيا أو هذا الشريط نعم محور فلادلفيا أيضا هذا شيء أساسي هو جوهري وهو يعني ينقض شيء في اتفاع حتى في اتفاقية كامب ديفيد يعني يتجاوز حتى اتفاقية كامب ديفيد لماذا أنا أقول أنه هذا عوامل توطر وذلك لسببين أساسيين سبب الأول أنا أراقب بعض الإعلام المصري بعض الكتاب المصريين ونحن نعرف يعني لمزيد الأسف أن في بلادنا ليس هناك إعلام حر ليس هناك إعلام حر هي رسائل من خلال هؤلاء الصحافة هناك جزء من الإعلام المصري موقف مبدئي قوي تجاه هذه القضايا وتجاه الاحتلال هذه رسائل طبعا خفية نحن نطلب من النظام الكثير ولكن أنه خفية لماذا تكون خفية يعني والجرائم ترتكب أماما عن دسات الكاميرات نحن نتحدث عن نظام يعني إلى حد ما مرتفع الاحتلال ينتهكها على الأقل ينتهكها اتفاقية كام ديفيد انتهكت نقطة أخيرة بس لو سمحت لي والحديث لكم هذا رأيي طبعا أنا ألاحظ إجمالا هناك بعض التغير في المزاج العربي رغم كل الانتقادات له ومطلوب منه أكثر وهذا ليس كافي هذا متفق عليه ولكن هناك شيء من التغير حتى في المزاج العربي عموما الموقف السعودي تغير قليلا أيضا هناك بعض التغيرات في الموقف السعودي اتجاه هذه القضية الموقف المصري تغير الموقف الأردلي تغير كثيرا وهو متقدم إلى حد ما في هذا الصداد الجو العام الآن أرى بأن المؤامرة نتنياهو بدأت تتكشف أكثر فأكثر أكثر وضوحا للناس الرأي العام في هذه الدول الذي نحن ما زلنا نراهن عليه أعتقد بأنه بلغ به بلغ السيل الزبا بالنسبة له وصبر كثيرا وهناك عوامل في الداخل يبدو أنك متفائل قليلا أو متفائل أكثر من اللازم ربما الرأي العربي ضاغط ضاغط على هذه الأنظمة هذه الأنظمة كانت تتمنى أن العملية تتم خلال شهرين ونرتاح من هذا الصداع ولكن الأمر استمر إلى سنة كاملة وما زال يستمر الأمر توسع إلى لبنان ولبنان يعني كنا في وضع غزة وغزة كانت لا تحسب بموازات حزب الله وقوة حزب الله وبالتالي هذه الأنظمة تدرك أنه نحن دخلنا في سنتين أخرين من الحرب ولذلك الأداء الإعلامي لبعض الأنظمة العربية لا نأخذ به أستاذ لأنه دوره هو التنفيس على هذه الشعوب بحيث يبدو هناك شتم وسب وغضب واستياء ولكن في الحقيقة حقيقة موقف النظام هو يعني ضد التهجير لأنه يهدد مصالحه كنظام مصري ولكنه ليس ضد الإبادة لم يأخذ موقف من الإبادة التي تجري منذ سنة وبالتالي يجب أن نفهم هذا الموقف سواء موقف نظام المصري أنا أقول وبالتالي يجب أن نفرق ما بين موقف النظام المصري الذي يتمنى أن يرتاح من صداع حماس والإسلاميين في غزة وفي المقاومة في لبنان وما بين موقف الشعب المصري الضغط محرش جدا بالنسبة للنظام المصري الموقف الإسرائيلي من محور فلاديلبيا حتى المؤسسة العسكرية في حد ذاتها لا تقبل دور الموقف الإسرائيل ولذلك هو ضغط الموقف النظام المصري هو مضغوط عليه من طرف المؤسسة العسكرية وأيضا بالنسبة للشعب المصري ويجب أن يبدو على الأقل هناك قدر من الممانعة وهو يحاول أن يبدوها من خلال سحب السفير وغضب واستياه وتصعيد إعلامي ولكن في حقيقة الأمر النظام المصري متورط النظام المصري يرى الإبادة لمدة سنة ولم يتحرك واليوم هو لا يتحرك لا يتحرك لوقف الإبادة وإنما يتحرك في موضوع يؤذيه هو داخليا يؤذيه هو داخليا أنا فتعدي ملاحظة أنا أشكك بشكل كبير على الموقف الحكومي لأسباب كثيرة المعلم واحد المعلم في تل أبيب والمعلم في القاهرة هو واحد ولذلك مصالح في تقديري أكون صريح وواضح لأنه الولايات المتحدة هي التي تمتلك خيوط اللعبة في مصر وتمتلك خيوط اللعبة داخل إسرائيل هذا أقوى من مسكة لخيوط اللعبة في إسرائيل لأن الولايات يتجاوز ولكن ولا حاكم عنه أحسنت لذلك في تقديري لا أعول لا على سحب السفير المطلوب موقف مبدئي الحد الأدنى يعني الجامع العربية الخارجية المصرية لم تتخذ موقف دعوة المبدأ حقيقة لا يوجد لديه حدود دنيا يجب أن يكون المبدأ مبقف مع المظلوم مع أخيك شكرا لك أستاذ طالب العواد كما الشكر أيضا للكاتب والباحث أستاذ يحيى حرب وأيضا الشكر موصول أستاذ علي بن عرفة الكاتب والباحث مصر وبعد عام كامل من العدوان وحرب الإبادة على غزة واستمرار المجازر والحصار والتجويع تسمع وترى ولا تتحرك ولا تتحرك ولا تحرك ساكنا يلجم العدوان أو يدخل المساعدات المكدسة في العريش المصرية وبعد نحو نصف عام من احتلال الإسرائيلي لمعبر رفح شريان الحياة في غزة وإعادة احتلالها لمحور فلادلفيا يأتي ذلك الرد المزلزل بطلب مصر من سفيرها لدى تل أبيب أن يعود إلى القاهرة أهي خطوة متأخرة رمزية على مبدأ أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أم أنها خطوة لا فائدة منها وليست بداية لأي تغيير قد يمهد لما هو أكبر أسمعونا أراءكم في كافة منافرين على مواقع التواصل الاجتماعي نفاكم غدا بإذن الله بأمان الله